سيد يوسف إيه الحكاية اللي قلتها لي قبل الهواء على طول دي قلتلي تي أب كان هم مدفونين في الفيوم حضرتك من الفيوم؟ لا لا أنا على المطار من بابة بس هي المدافر متاعتنا متاعت العائلة في أول طريق الفيوم يعني العائلة نفسها في أول طريق الفيوم أوكي لبعد مدان الرماية دي آه بالظرطة آه تمام إحنا دلات يبقى لنا سنة وروحنا لزيارة فهنا كان عندي إحساس إنهما يعني في حاجة فالراجل بتاع الطربي هناك قال لي لأ ده بعد سنة كده مش هتلاقي حاجة يعني إيه في حاجة؟ يعني فاضل أجزاء منه؟ أنا لقيهم نعم حس إن أنا لقيهم حس إنك هتلاقيهم؟ آه موجودين هني إحساس بكده فكل الناس هتلاقي حرام بتفتح وكلامنا الطربي قال لي لأ مش هتلاقي حاجة بعد سنة طولهم علش أنت خش شوف لو فيه حاجة أقول لي مفيش خلاص آه فدخل شافهم قال لي مبروك كل حاجة زي ما هي وعايز تخش شوف بنفسك آه دخلت شفتهم زي ما الصور ما حددت أكبر ده آه كل الأجل يعني أكنه واحد نايم الشعر سليم أيوة أنا شفت الصور قبل الهواء سليمة جدا بس طبعا يعني بعتذر لحضراتكم مش هنقدر نعرضها لأنها مؤلمة شوية لكن لكن برك أن أنت تقول لنا كده يعني حتى الشعر بنشده سليمة الجلد موجود كل حاجة الجسم نفسه ما تفتحش آه يعني أكنه واحد نايم يعني حتى السنين الحواجب الليوداني حتى اللي راحوا السماء بسبب الحريق ما فيهمش حرق وما فيهمش يعني عارف زمان لما كان الشهداء بتعذبوا بالحرق كنت تلاقي يعني تلاقي إيه زي قديس دهم بشاي ودول بتلاقي فيه باصس كده بعيد فاتح بوقه زي شهداء أخميم وحاجات زي كده إنهما دول نايمين في هدوء فيش حاجة خالص يعني أكنهم نايمين بس طبعا إخي يعني خدت الكلام ده هو رحت لابونا بأي إنت يا أستاذ زيوس كلام ده من إسبوعين من إسبوعين آه رحت لابونا يا رفاقيل كهن الكنيسة أبو سيفين عندنا آه حكيت له الموضوع قال لي احنا نروح نأخذ بركة ونشوفهم فجات لجنا من الكنيسة وجي ابونا وصورناهم قال لي كل حاجة واضحة كده تمام هنقول لسيدنا الأنبي وحنة وهنشوف نعمل إيه معه طب دي بركة كبيرة يعني تقصد هنعمل إيه ممكن مثلا يتنقلوا مثلا مظرفة الكنيسة أو كده نتمنى كده نتمنى سياريت يعني آه نتمنى نحن نتمنى كل الشهداء الواحد واربعين يتنقلوا المظرفة الكنيسانية ياريت ياريت طبعا بركة كبيرة للمطار انتوا قلتولي أن كل واحد تبع علته يعني كل واحد تبع علته يعني مش في مكان كنسي أو كده يعني مم